السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربي تكونوا بخير. موضوع النهاردة بتكلم عن طريقة ارسال رسالة واتساب بدون حفز الرقم بخطوات بسائة جدا. بمعنى لو معك رقم عاوز تتواصل معاه. تقدر تبعط الرسالة بدون ما تسجل الرقم بتاعه على الموبايل. تقدر تعمل الخطوات دي من ايه جهاز موبايل بتستخدمه. سواء كان اندرويد او اي او اس. شو ما تقول الشيكو تاني نبدأ الشرح. قبل اي حاجة بتنساش تعمل الشرق لقناة بتاتي فعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اول حاجة هتعملها هتيجي تفتح المتجر الخاص بالموبايل. وهتبحس عن تطبيق الواتساب اللي انت بتستخدمه سواء الواتساب العادي او واتساب للاعمال. انا بستخدم واتساب للاعمال فهبحس عن واتساب للاعمال. خطوة لبعد كده هتحدث تطبيق الواتساب لاخر اصدار. لو طالب تحديس هتدوس لاخر اصدار. طبعا هنا مش طالب تحديس. خطوة لبعد هتجي تفتح الواتساب. لو انت مستدم اندرويد هتجي تدوس على كلمة الدردشات من اعلى كده وبعدين هتدوس على علامة الرسالة اللي موجودة في الاسفل. لو انت مستدم اي قصة وايفون هتجي تدوس على كلمة الدردشات من اسفل وبعدين هتدوس على علامة الالم من فوق كده. خطوة لبعد كده هتدوس على علامة البحس. وبعدين هتكتب الرقم اللي انت عايز تبعات الرسالة بدون ما تسجل الرقم. تكتب الرقم هنا. هيزهر لك الرقم الصورة بتاعة الرقم. وهيزهر لك كده اوبشن جديد اسمه درداشة. هتدوس على درداشة عشان تبعت له رسالة. هيفتح لك المحادسة بينك وبينه هو تقدر تبعت له رسالة بشكل عادي جدا بدون ما تسجل الرقم. وبكده الشرح بتاعي النهارده انتهى. ارجو ان تكون استفدتم الشرح. لو استفدتم الشرح ستشعام الشرق لجرامة فعل زر رجال ستعمل لك الفيديو. شكرا.